تشهد العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا تطوراً كبيراً في مختلف الأصعادة السياسية والاقتصادية والأمنية خلال السنوات الماضية كما تجمع القاهرة وروما مصالح مشتركة ورؤى متقاربة تجاه العديد من القضايا وتحديات تطور كبير شهدته العلاقات بين مصر وإيطاليا على الأصعادة السياسية والاقتصادية والأمنية فالقاهرة وروما إلى جانب علاقاتهم الثنائية تجمعهما مصالح مشتركة ورؤى متقاربة تجاه العديد من القضايا والتحديات تأكيداً لأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة زادت وطيرة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين وفي مقدمتها زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى مصر فخلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لها على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 تم تبادل الرؤى بشأن تنصيق الجهود بين إيطاليا ومصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية آخذة في الاعتبار ما تمثله مصر بالنسبة لإيطاليا والقارة الأوروبية جمعاء كدعامة محورية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأحوض المتوسط كما يوجد تقارب كبير في التوجهات بين القاهرة وروما حول الملف الليبي حيث تتوافق البلدان على ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب المشاورات السياسية المستمرة بين مصر وإيطاليا تأتي أيضا تكسيدا لقوة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتواصل القاهرة وروما تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب اشتركوا في القناة